كفرني صادق الروحاني كفرني بفتوى كتبها بسطر واحد لما قرأتها ضحكت كثيرا لأن هذا السطر يجتمل على الكثير من الأخطاء الإملائية والنحوية وقد عرضت هذه الفتوى في أحد برامجي في برنامج الكتاب الصامت يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج عرضت الفتوى وبينت الأخطاء الإملائية والنحوية الكثيرة في هذا السطر وفي حينها عرضت عليه قلت لسيدنا أنا أقدم لك عرض تعال إلى لندن أسوي لك كورس في العربية وعلى حسابي الخاص وصدقوني لو وافق فإنني كنت مستعدا لهذا أعلمك عربية بشكل صحيح وارجع إلى قم وكفرني الفتوى مثل الناس أدري هو سطر واحد بي عشرين غلطة إملائية ونحوية كانتش دارس هذه الفتوى مني أن طلعتها مني أن صفحة من فوق لو من جوه سطر واحد بي عشرين غلطة ما يقرب من عشرين لا أتذكر العدد الآن لكن يقرب العدد من عشرين غلطة في سطر واحد هو هذا عند أهلية يصدرنا فتوى من هذا القبيل وبالمناسبة هذه ما هي أول فتوى لتكفيري السيستاني بحسب ما أعلم أصدر فتوى في تكفيري وجوازي قتلي أنا لا أدري هل الذي كتبها السيستاني أو محمد رضا السيستاني صحيح لم يظهرها إلى العلن لكن في أكثر من محاولة لقتلي حينما يطالبونهم بصيغة شرعية تجيز لهم قتل محمد رضا السيستاني يبرز لهم الفتوى لا أدري هل يبرزها بشكل مخطوط مكتوب أو بشكل شفهي ينقل لهم الفتوى عن أبيه هل هذه الفتوى صدرت من أبيه أم من عنده لا أدري وحينما اتفقوا مع جهة من الجهات أن يختطفوني أن يقتلوني مع جهة معروفة طالبوهم بفتوى وسلموهم صيغة فتوى من أنني كافر وخارج من الملة بهذا التعبير من أنني خارج من الملة ولذا يجوز قتلي هذه معلومات دقيقة أنا متأكد محمد رضا السيستاني سيتفاجأ من معرفتي بهذه المعلومات عند الكثير يا أبو حسن أنا أعرف الكثير هم لا يبرزون هذه الفتوى يخافون مني من لساني لأنني سأكشف عوراتهم مثل ما كشفت عوراتي هذا الرجل لما أصدر فتوى في تكفيري وأخرجت الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية في سطر واحد وقلت لسيدنا سيد صادق تعال علمك عربي هنا أسوي لك كورس بلندن وعلى حسابي سفرتك على حسابي ويقامتك على حسابي وارجع وكفرني على الأقل كفرون مثل الأوادد سطر واحد ما تعرفون تكتبوه في شكل صحيح من طيح الله حظكم حظ بتاواكم إنني أحدثكم عن حقائق عن حقائق هؤلاء هم الذين يعمثون بدينكم ويضحكون عليكم بحسب الفتوى السيستانية التي أشرت إليها قبل قليل بأنني قد خرجت من الملة أنا خرجت من الملة الطوسية وهم يقصدون هذا أنا أؤكد هذا أنا خارج من الملة الطوسية الخرائية السيستانية أنا خارج من هذه الملة وكافر بها وأتبرأ منها جملة وتفصيل ظاهرا وباطنا سرا وإعلانا أولا وآخرا قطعان أتباعهم سيكذبون كلامي أنا لا أبالي بهم حتى أبالي بأتباعهم لكن صدقوني أنا أخبركم الحقائق هذه حقائق وعندي الكثير من تفاصيلها عندي الكثير من تفاصيلها وأرقامها ومعطياتها فأنا لا أتحدث من فراخ ومعطياتها